مش ملتزم بس كنت تلميز لفرار وكنت شارك ايضا بالإداس واخدم الخوري وكل شي ولكن رغم هذا كله ما كان في شيء يقدر يخلصني من خطيائي وكنت اعترف وارجع للخطيئة اعترف وارجع للخطيئة فنحن بحاجة لتحرير لانه الرب قول انحرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار وكل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة المشكلة هي بش انه نجيب الناس للكنيسة اما للخوري نحن من نجيب الناس للمسيح نحن من نجيب الناس للمسيح الخوري بموت بكرة والكنيسة ما بتخلص بم يخلص الا المخلص بالنتيجة فصار عندها الصراع وانا عشت بتناقضات الطوايف قلت يا رب انت اله ترتيب كما مكتوب عنك بكتاب المؤدس اذا كان الموارني راضي عليهم انا مستعد للمروني اذا كانوا شهود يهوى مستعد اعمل شهود يهوى اذا كانوا الاسلام فانا مستعد تكون مثلي يا رب دلني على الطريق يمكن اليهود منني وانا كنتمت عبصلي باخلاص وحابب اعرف الجواب وايجيني الجواب قال لي راح قللك مي بح تتبع انا هو الطريق والحق والحياة من يتبعني لا يمشي في الظلمة تتبعني لقيلي شخصية ما بتتبع طايفة الطوايف شغل الناس يا قونا الطوايف الناس اختراعتها نحن بدنا ننضم للكنيسة كمخلصين انا بنقضك بكلامك انه في كنيسة خطافة في كنيسة الديسين في كنيسة مخلصين يلي بقول عنا الرب باعمال الرسل واما الرب فكان يضم كل يوم الى الكنيسة اللذين يخلصون نحن كنا نسوى ما نكون الديسين مش بس عنا الديس حرديني ومرشاربل وديسي رفقة ومرمرون والبقين راح ينعى جهنم 7 ملايين 8 ملايين ماروني لا مش هيك نحن بدنا نعترف بواقعنا ونكون ابطال متل بابا روما نعترف بدنا ابطال بالبناء يعترفهم متل بابا روما متل ما نشر ملس التعذيب الديني ماشي يومين نحن ما بدنا ننائب بعضنا نحن بدنا نعيش للمسيح ووحدة الكنيسة بتكون وقت الناس بتفوت بالمسيح حكسة واحد الكنيسة مش بالقعيات ولا بالطوايف ولا بشي وحدة الكنيسة في وقتك كل الناس بتتوب وتترق خطاياه وتجي ليسوا على المسيح شكرا يا توني ولكن بدي وطح لك شغلي نحن لن بنقول انه نحن كنيسة الادسين بنقول كنيسة الادسين وكنيسة الخطأة ما قلنا كنيسة للادسين وحدة وكنيسة للخطأة لوحدة لا يا توني واذا تفهمني مظبوط في الشأن اللهوتي اسمح لي فيها شوي هذه الكنيسة هي كنيسة الادسين وكنيسة الخطأة في الوقت الزيت ولكن هي كنيسة المسيح ككل سيدنا لك الكلام مبارد انا محبا يتجاوبك كما انا مرة سئلت من شخص مسيحي ولكن غير كتاب ممارس نعم انه كيف منشوف ناس خطأة في الكنيسة نعم يعني ناس ما ترون بمثالية المسيحية فقالت للمسيح شبه الكنيسة بمستشفى هالمستشفى من إيس نجاحه ما إذا فيه مرضى بودوا يكون فيه مرضى بس من إيس نجاحه اللي بيدخل بيستفاد او لا ما هو إجال المرضى بها المستشفى نحن نشوف الطبيب نشوف المريض كتير نشوف المريض قليل نشوف العنبي صح نشوف وعنده حالي صعبة ما فينا نقول ان الكنيسة بس بياخد شهادة حسن سلوك يدخل عليها نعم الضعفات في الكنيسة مانا سبب للعثرة مع انه هي تعثر ولكن سبب ان نرمي زواتنا حتى يكون الناس هل اسمعنا اسألكم قبل شوي او ما بتقول انتقادات ما بتقول غيرة مش يجب ان تكون هالغيرة مع حكمة هالحكمة تقودنا الى انه اذا شفنا في وجه ضعف في الكنيسة فلنقوي الوجه الصح نرمي ايضا زواتنا للخدمة هذا بيخلي الضعف يقل والصح يقدر انا خايف من كلام انتوى توني انه مثل البعض بيقلك انا ما عندي الا المسيح وطوائف وكنائس شو بدي فيها بدي نبه خاطره لطوني انه صحيح انه المسيح هو الاساس ولكن ضمن هذه كنائسنا وطوائفنا هذه من خلاله عيلتنا اللي من خلاله فينا نصال لبين السماوي سيدنا بعد معه دقتان بدك تختصر لي بكلمة قبل ما اعلن عن الحلقة المقبلة اولا حديثك حديثنا كان مميز معك انبسطنا بكلامك شو تعطينا هاي الكلمة فيها المناسبة ونحن بعد بكرة نهار الاحد نهار معمول عن الشباب وعن هالامور هاي دي وعن عايش الشباب وعن هالاشي اللي عم بتصير يعني في العالم وبعد الشباب عن الله بدي اول شغلتين أول شغلتين أول شغلتين كلمة شكر والتهنئة لتلي الميار أهلا وسائلتين تربية مسيحية نفتقد لها والشغلة التانية هو نداء لأي شاب غيور يحب الكنيسة اللي لا يظن انها كنيسة آخرين هو يوجد ويعملها هاي كنيستو هاي كنيستو هو بيعملها ثم للشباب بالذات كلمة شاب تعني المستقبل نعم نحن أمام مستقبل مجهول على الناس الكبار بأدواته حكينا عن انترنت حكينا عن تلفزيون وغيرهم هاي دينا بتقول لشبابنا كونوا الرواد بها حتى نقدم حتى في خدمة شهادة المسيح وما تكونوا في خدمة غير لائقة بالإنسان شكرا سيدنا أنا بشكرك مشاهدين الكرام بشكر مشاهدكم وبشكر اللي شاركونا بنوع خاص وحتى لو كانوا خلقونا نتفت نقاش مع أنه أنا ما بحب الحلقة تبعي يكون فيها الأخذ والرد رغم أنها منبر حر إنما نفهم على الواقع تبعنا على واقع ما يقوله الضيف وعلى واقع ما ننقله لأنه تعليم الكنيسة هو تعليم الكنيسة في هونيك أخطاء في مشاكل في سقوط إلى ما هنالك نحن بدنا نرتمي بين دين المسيح كما ارتمت الخاطئة اللي كانوا جايين لا يرجموها ولكن المسيح حضن وأحبه وقال من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر نحن من هذا المنطلق نقول جميعنا خطأة ونسعى إلى الكمال من خلال ربنا يسوع المسيح حلقتنا كانت كثير مميزة مع سيدنا المطرامبولوس على أمل أن نلتقي فيه مرة تانية ترجمة نانسي قنقر